كل دول العالم تتفاخر بوجود نجوم من بلدانهم في أقوى الدوريات الأوروبية ومع فرق الصفوة إلا اللاعب السعودي لا يجد لنفسه مكان هناك لماذا كل هذا؟ نعرف بعد التقرير مع الضيوف نجوم كراتنا كثر يحلقون في مسابقاتنا المحلية ولا يجدون التحليق مثل النجوم العرب في المسابقات الأوروبية من المسؤول عن عنوسة اللاعب السعودي في الاحتراف؟ رؤساء الأندية؟ أو الملايين؟ أو ثقافة اجتماعية؟ تحليقك أبو أحمد اللاعب السعودي غني ما كان بحاجة أنه يبحث عن المال لأن المال موجود في السعودية في الأصل وحتى أيضا في بعض النجوم اللي ربما كان ممكن احترفون خارجيا وجدتم عروض رؤساء الأندية رفضوا لأنه لا يريد أن يفرض في هذا النجم ويخسر جمهور النادي لأنه جمهور النادي لا يمكن يرضى بالتفريط في هذا النجم ويبحث عن النجوم جانب ليعززوا قوة الفريق رغم أن العروض كانت نادرة أو قليلة في وقت من الأوقات في الوقت الحالي طبعا ما عنده النجوم ممكن يحترفون خارجيا إذا نبغى صريح بصريحة عبارة في أوروبا تحديدا ما فيه ليش السبب هو؟ ما فيه نجوم النجوم الآن أقل بالكثير كل لعبين أنا أتكلم بشكل عام يعني إذا جاءت أعدها ما فيه ما فيه نجم حقيقي الآن ممكن يحترف خارجيا إلا فيه ناس تبغى لازم تتعبع نفسها أكثر بمعنى أعطيك مثال بسيط أسامة هوساوي لما راحب الجيكا وهي أقل من يعني من مختلف الدولوروبي اللي لها قيمة في في الشو في الحضور الفني العالي وفي المنافسة الكبيرة من أول تدريب أو ثالث تدريب قرأت لهنا تغريدة أو ثاني تغريدة يقول أنه فوجئ اليوم وهو يدخل إلى صالة الحديد بأنه اللاعبين ناشئين يعني أعمارهم أقل من 16 سنة يرفعون أوزان هو لا يستطيع أن يرفعها هو حاول لا يستطيع أن يرفع هذه الأوزان يعني سوء تدريب عندنا لأنه هو سوء تأسيس نعم من ضمن مراحلة التأسيس أنه يرفع أوزان معينة ليكون عضلة قوية ليتحمل التدريب الشاق نحن نتدرب ساعة ونصف ساعتين بكثير ومرة واحدة في اليوم ومرة واحدة في اليوم بينما هناك تدريب صباحي بالإضافة للدريب مسائي قوي جدا منوع عنده تدريب شاق عنده أحمال عنده أشياء كثيرة حتى في الغذاء والغذاء طبعا جزء مهم جدا في بنية اللاعب وفي تكوينه وفي فكرة وفي معايشة لوضعة الاحترام فإذا جئنا نقيسة من هذه الأمور ما في ولا لاعب سعودي يستطيعنا احترف في أوروبا لكن لو جينا مثلا اليابان اليابان مختلفين عن كل دول العالم أرسلوا لاعبين في عمر صغير إلى دول أوروبية وغيرها هم يدفعون لهم مش الدول الفرق الأوروبية تدفع لللاعب الياباني الشركات اليابانية تدفع لهذه الأندية لكي تؤسس وتقوي من قيمة اللاعب الياباني حتى بنوا مرحلة معينة وعادوا إلى أنديتهم في بعض اللاعبين طبعا المحترفين من بعض دول شرق آسيا في بعض الأندية الأوروبية لمتطلبات من ضمن هذا التسويق يعني مثلا ماشيستوناد هل كانوا يسوق نفسه في دول آسيا مع أنه غير محتاج مع أنه غير محتاج لكن هذا اللاعب هو اللاعب مش باللاعب بالمستوى الكبير ولكنه يناسب البيئة يعني يستطيع أن يلعب وربما هذا أيضا علاقات شراكها ما بين أندي أوروبية وشركات يابانية في الأخير هي قايمة على شراكة قوية تنبع من آسيا تحديد لكن في أفريقيا يختلف أفريقيا أساسا لاعبين يأخذون من أفريقيا ليبدأ تأسيسهم في أوروبا يؤسس من عمره 6 سنوات 8 سنوات تعليقك أبو فارس نقول للاحتراف طبعا ثقافة الاحتراف جديدة علينا على السعودية هناك أسباب عديدة لعدم احتراف اللاعب خارج المملكة أول شيء ما في لاعب ممكن من وجهة نظري أنه ممكن يحترش في أوروبا نهائيا لا أسباب فنية لا لا أسباب كثيرة أول شيء ضعف البنية ضعف التأسيس أغلب لاعبين يفتقدون مهارات كثيرة طيب الخطأ على اللاعب ولا على النادي أبو فارس الخطأ على المنظومة بشكل عام يعني إحنا من جديد الآن بدأنا نسمع كلمة البراعم من سنتين أو ثلاثة مهرجانات البراعم إحنا يجي يعني بدأ الحين تقول نركز على الصغار يعني هذا ما رح تشوفه إلا بعد خمس أو ست سنين لأنه كنت في البداية ترح تتأخذ ملاعبه خمس ستاشر سنة أو ستاشر سنة هذا انتهى التأسيس فيه حتى فسيولوجيا يختلف اللاعب في أطوال معين يعني في أوروبا لما يجون الأطفال يجون أطفال في عمر ست وسبع سنوات يعرفون فسيقه مقاساته يقولون هذا ممكن يصلح حارس مرمى لأنه يقولون سيصل كذا وممكن دفاع وهذا ممكن دفاع وهذا ممكن هجوم فيبدأ التأسيس من هنا على المهارات الأساسية المطلوبة في اللاعب اللي يفتقدها أغلب لاعبين التمرير ضعف التمرير ضعف التهديف اللعب بدون كرة وسمها أشياء كثيرة فأنت ما رح تبدأ في منظومة اعتراف إلا إذا أسست من البداية أيضا إلى جانب المادي لما أنا لعب نجم في السعودية وأخذ لي مليونين دولار في السنة من بيعطيك مليونين دولار في أوروبا يلا متين أقل يلا متين ألف دولار أفريقيا الحاجة هي اللي تخليهم يروحون لأوروبا يجون يأخذون اللاعبين بأسعار بخمسين ألف دولار ومئة ألف دولار واللاعب يخلص لأنه يعرف أنه رح يعظم ونعنده أي مصدر داخل ثاني رح يعظم عقده من خلال استمرار في التدريب لكن عندنا لاعب عمره 22 سنة 23 سنة يأخذ لي 7 مليون في السنة أي طموح عند هذا أي طموح خلاص حقق كل طموح قصدك أنه أخذ هذا المبلغ لا أحد يأتي بشيء لا أحد يأتي بشيء فلا إحنا ولا دول خليج يجب أن تدرس ثقافة الاحتراف بالنسبة لللاعب بالنسبة للأكل بالنسبة للسلوك للنوم 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 بالنسبة للعادات الاجتماعية إحنا عندنا يطلع اللاعب من التمرين ساعة ونص ويقول تعبان وهافتان يروح يأخذ لك كيسة بخاري ويسهل حتى التدريب الصباحي التدريب الصباحي لو المدرب طلب التدريب الصباحي المشرفين على الفريق ما رح يوافقون لأنه يغيبون عن عملهم فبالتالي تدخل في نرجع لدارتنا اللي قبل شوي نعم اللي قبل شوي طيب أنت إيش تتوقع على الحل؟ تتوقع أنه يجب أن يعني تنشأ مدارس أو أكاديميات لكرة القدم أكاديميات حقيقية وليست ربحية زي اللي قادرين نشوفها الآن أكاديميات حقيقية تعليقك أبو بدر طبعا قضية احتراف اللاعب السعودي يعني من المعيب صراحة أنه منذ أن طبقنا الاحتراف قبل 23 سنة تقريبا أو 22 سنة الآن دخلنا في العقدة الثالث من تقريبك الاحتراف و لا يوجد لم يحترف لاعب سعودي احتراف حقيقي في دول نقول في الدول الأوروبية كبير يمكن دول الأوروبية علينا خلنا نقول في دوريات بسيطة حتى في الدول الأوروبية يعني من تعرف الدوريات الأوروبية أو الكرة الأوروبية مصنفة في درجة الأولى في الثانية في الثالثة إلى آخر أنا أرى أن المشكلة هي يعني لا يمكن يكون في الدنيا كلها مشكلة واحدة لا بد يكون لها أطراف طبعا توقع أنت ارتفاع العقود ارتفاع العقود عندنا ما نقول الكلمة هي اللي سببت من اللاعب صار ألا مبالي أنا جايك في الكلام طبعا نحن نعرف دخلنا في السعودية دخل متوسط جدا يعني دخلنا نقول لاعب مثلا عمره 18 سنة لو ما هو لاعب كرة قدم مثلا و ما له رغبة أن يكمل تعليمه وين يروح يشتغل يعني يتجه للحكومة أو قطاعات خاصة راتبة يكون محدود 4-5-6000 ريال أو وبعد أن يطلع فيه يعني ببببببنا نتكلم إنسان عادي لا أنا أكدو أن يطلع فيه مثلا الأغلب دخلنا نقول يعتزل في سن 33-34 صحيح لسه لسه يعني تخيل هذا اللاعب في نفس العمر اثنين طلعوا في مرحلها أخوان خلنا نقول واحد يتجه في الثانوية بعدين راح يتجه عمل في الحكومة بمراتب معينة في القطاع الحكومي أو واحد يتجه القطاع الخاص يعني كمراتب هنا أو هنا وتخيل أنه واحد منهم موهوب وابتجه لكرة القدم ثم يتفاجئ أن هذا يستلم 6000 ريال في الشهر وهذا يستلم 450 ألف وفلاحظ في الشهر طبعا هل تتوقع أن واحد ما كان يحلم أنه يستلم 5000 6000 7000 ريال في الشهر صحيح يستلم أضعافها يتسلم أضعاف أضعاف أضعافها هل تتوقع أنه بيشتغل على نفسه بيطور على نفسه عشان يروح يحترف في أوروبا أو أي دول أخرى طبعا لا بيقول هل مبرغ يكفي أكيد أكيد ونحن نلاحظ بعضهم حتى ترك الكرة بدأوا في العشرينات في نهاية العشرينات وحالة بدأوا يتركوا الكرة لماذا؟ أخذوا في العقد الأول والعقد الثاني أما نفسه بدخل أتجاه للتجارة أتجاه للتجارة بأي طريقة أخرى فقل عطاءه وقل رغبته وحماسه لأنه يستمر في كرة القدر قال ليش روح أتغرب ليش روح أدور احتراف في أوروبا ويعرف أساسا طبعا الاحتراف في أوروبا هو للشجعان للأبطال الواثقين من كتراتهم طبعا زي أثني على ما قال أبو أحمد وفارس فعلا يا موهبة ترى دعنا نكون وقعيين نحن لا لدينا موهبة ولا لدينا تأسيس أنا أجيب المسؤولية الثانية من هي مسؤوليتها هذه؟ من هي مسؤولية تحت سعود لكرة القدر أنه يبدأ أزرع هذه الثقافة الآن في الأندية جلوس معها البراعم نبدأ ونبدأنا متأخرين فعلا فيه واحد فيه مدربين أسبان مسكوا البراعم الهلال قبل ثلاث سنوات أو سنة صحيح وتكلم أنا شفت له قرأت له لقاء صحفي يقول في الدولة الأسبانية للبراعم مثلا يلعب اللاعب في الموسم الواحد يعني يذكر عدد مهول مباريات يقول هنا ما يلعب إلى 15-16 مبارا وإذا لعب قال إرهاق وبقية الموسم جالس طيب وين وين من يطل فالمسؤول عن عدم وجود